معنا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري سيف إذن رسالة قوية من رئيس تونسي قيس سعيد هذه المرة إلى الجانب القضاءي للقضاء وهذا أمر سمعه عموم التونسيون ما طبيعة الرسالة وفي هذا التوقيت؟ نعم ماجد طبيعة الرسالة هو أن رئيس الجمهورية وهو فعلا يجهز لمرسوم رئاسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مشكلة تونس ومن بين عديد المشاكل الأخرى في الحقيقة ماجد هي القضاء والقضاء يقول عديد المراقبين بل وحتى المتخصصين في مجال القانون ومحامين وقضاء إن وزارة العدل التي تشرف على إدارة القضاء في تونس اخترقت وأن بعض القوى السياسية لعل أهمها حركة النهضة هي المسؤولة عن هذا الاختراق اختراق بمعنى تطويع هذا الجهاز الحساس في تونس خاصة لصالحها وتوظيفه سياسيا وأحكامه تتوظف لصالح حركة النهضة رئيس الجمهورية في مناسبة سابقة كان قد أشار ضمنيا إلى أحد قيادات النهضة الذي كان وزيرا للعدل سنة 2012 و13 وهو نوردين البحيري الذي أصبحت ظاهرة بعض القضاة يقولون إنه قاضي فلان أي قاضي نوردين البحيري وهو قياده في حركة النهضة إذن رئيس الجمهورية يذكر مرة أخرى أنه من الضروري إسلاح هذا القطاع طبعا كما قلت الحساس ماجد في تونس خاصة وأن قضايا مكافحة الفساد التي أصبح الآن رئيس الجمهورية يضعها من ضمن أولوياته هي الحكومية مع نجلاء بودن يعني تتوقف عند قضاء ناجز وعادل وبالتالي فإنها خطابات رئيس الجمهورية مؤخرا تركز على هذا الجانب لأن مسألة مكافحة الفساد لن يكون لها أي معنى إلا إذا كان القضاء يعني متماسك ومستقل فعلا كما قال الرئيس بعيدا عن دوائر الضغط المالي وطبعا من لهم حصانة إلى أخيره هذا من ناحية من ناحية أخرى لا ننسى ماجد أن الدولة التونسية كانت قد وضعت هيئات لمكافحة الفساد مثل هيئة مكافحة الفساد وبعض الهيئات الأخرى ولكنها فشلت طيلة عشر سنوات لأن التجاذبات السياسية قد سيطرت عليها الآن الكرة بحسب رئيس الجمهورية في ملعب السلطة القضائية من تونس مرسلنا سيف الدين العامري شكرا جزيلا لك